بسم الله الرحمن الرحيم وصلاة والسلام على الشغف المرسلين سيدنا محمد ولعلا وصحابي هجمعين معاكم بشمنة سعبد الرحمين فرغالي ان شاء الله فيديو ليد بنكمل بجزء التشوبرز احنا عطينا فيديوهين في التشوبرز عطينا انترو بعد كده عطينا ال First Quadrant التشوبرز كContinuous and Critical Conduction Modes ويفضلي بس ال Discontinuous Conduction Mode ومشي عن اختلف كتير زي ما قلنا في الفيديو اللي فات في الاناليسز أو في الشغل اللي احنا شغلين به يعني الدنيا تبقى قريبة جدا وفي الآخر ناخد مثال فيديو اللي جاي ان شاء الله عبقى جزء نظري بس بنفهم منه يعني 2 quadrant trooper او 4 quadrant trooper لان الاناليسيز اعتبر واحدة خلاص مش هنتطرق لها تاني فالتركيز قوي في جزء troopers على المودز اللي موجودة بتاعت ودي اللي بنسبة كبيرة بتيجي في الامتحان قلنا برضو موضوع الكوندكشن مود كcontinuous او discontinuous او critical continuous كله متوقف على الcurrent بتاعي في الدايرة عامل ازاي وهو بيبقى continuous ورا discontinuous وهكذا عشان نعمل الكلام ده كان مهم بالنسبة لنا ان احنا نشوف شكل الفولت وشكل الكوندكشن وشكل الcurrent ومن خلالهم نبدأ ان ايه نستنتج ايه المطلوب و ايه اللي احنا ممكن نحتاجه في الدايرة دي وهكذا طيب في الـ discontinuous conduction مود لو احنا جينا رسمنا الفولتج فعتلاقي ان انا لو كان عندي ده VS رقم سابت مع الـ time ويجيت انا المفروض عملت على الـ VGS بالشكل ده zero و on zero و on طبعا بما اننا قلنا discontinuous يعني الطيار طبيعي اينزل زيرو اينزل زيرو امتى ما فرقتش نقطة الزيرو دي موجودة مقارنة بالـ continuous smooth انا كنت ببدأ من i minimum ل i maximum وكان الاتنين بوست في value وبقيم فلما نيجي نقارن بالـ discontinuous انا قدام قلت discontinuous بقى انا نزلت الزيرو فمنطجي جدا ان انا مايجي ارسم الـ il هتلاقي ان الـ il بتاعي بدأ من zero وبدأ يروح لنقطة الماك صمم مع نهاية الكيتي بالنسبة لي كونستيت طبعا والسامبل كلها تيه زي ما احنا تعلمنا في الفيديوز اللي فاتت تعال بقى تفرج بقى فى لحظة الـ F هتلاقي ان انت فى لحظة الـ F يحصل بسرعة وعنزل عند تايم تي اكس عنزل زيرو قد انا عنزل زيرو واستنى لحد ما الساكل الجديدة تيجي عشان ابدأ اعلى تانى وانزل زيرو واستنى لحد ما الساكل الجديدة تيجي ده مش كريتيكالي هو ده اللي انا قلتولك انا كده مش كريتيكالي ديس كونتينيوس او كونتينيوس انا ديس كونتينيوس موت انا باشحن فى الـ on period واول ما اخش فى الـ off باستشارج بسرعة ده 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 لدي ندقل صغيرة جدا باستشارج بسرعة لحد ما انزل زيرو فبنسمى الطايم اللي انا نزلت فيه للزيرو تي اكس وده اللي بيتطلب منك فى الجزئة دى احسب لي تي اكس بكام اللي انا نزلت فيها للزيرو الطايم اللي انا نزلت فيه للزيرو بحيس ان انا بقى عرفت الطايم اللي انا حصل عندها الـ discontinuity او اعدتها ديس كونتينيوس لان انا مفروض من تي اكس ال تي ده طايم كله انا قاعد فيه عند زيرو ستيت خلاص طايم شكل الفولت بقى كاوتبوت عامل ازاي انت لو تاخد بالك انا مرسمتش الاوتبوت فولتج انا رسمت الـ vs وبقى كده رسمت البالس اللي بتروح للسويتش وبعد كده بدأت اشوف شكل الـ current كاديس كونتينيوس عامل ازاي والناس ما تنساش شكل الدايرة خلان نفكركم بشكل الدايرة كسويتش عامل كده ومفروض عندي الـ diode ومفروض في الاخر عندي الـ RLE ده اللود بتاعي اللي هو الموتور اللي انا بشغله وهكزا وهنا الـ vs وهنا الـ vs خلاص طيب شكل الاوتبوت بقى مهم جدا شكل الاوتبوت الـ v-load بتاعي عامل ازاي مش هنختلف في حتة الـ on لان انت لما السويتش مقفول voltage applied على الـ load فهاخد على طول هاخد هنا الـ vs بتاعي كلود طيب ولحظة نزول الـ current بـ 0 المفروض ان انا قلتلك طول ما فيه current بيسيركليت في الدايرة انا في لحظة الـ on خلاص باخد voltage في لحظة الـ F يعني السويتش مفتوح عشان الناس ما تنساش دي لحظة الـ on فانا لحظة الـ on لكن الـ volt طبعا بارل على الـ diode بارل على الـ load مفيش current بيمر في الـ diode فكله ايه فكله applied على الـ load في لحظة الـ F انا السويتش بتاعي مفتوح قلتلك انا عندي حالتين لو تفتكروا في اول فيديو ايه الحالتين اللي عندي انه طول ما فيه current بيسيركليت في الدايرة يعني الـ L بتفرج طول ما فيه بالنسبة لك دايد بيمر فيه طيار يعني يبقى فيه current بيمر بالشكل ده كده فطول ما فيه طيار بيمر يبقى انا عندي الـ volt دلوقتي اكيني حاطة سلكة على الـ load زيرو الخارج بتاعي زيرو لكن بمجرد لما انا فرقت وبقى مفيش حاجة عندي بتمر في الـ diode بقى open circuit انا كده لما ايه جئيس الـ V-load عييس مين؟ عييس البطارية عييس الـ ديوز دي MF بتاعته المطور اوه ركز معايا بقى ركز معايا في اللحظة دي كل ده احنا مشوفناوش فيه اللي فات لان التيار سواء continuous mode او discontinuous mode عمره ما بينزل للسفر واستنى عشان كنت تشوف اللحظة دي اللحظة الوحيدة اللي بتنزل فيها للزير وتستنى هي discontinuous mode ما عنديش مشكلة في الـ ON خلاص دي اعتبارها بريد وانت فاهمها اللي هي الجزئية دي مشكلتك في مين؟ في الـ F لو الـ F في الفترة دي كلها فيه طيار بيمر انا الخارج بتاعي سفر طول ما اتضايد شغال دي انا فرقت بسرعة اه لحظة التفريغ بسرعة اتضايد شغال اكيد فانا الخارج بتاعي سفر طب بعد ما فرقت بقى اتضايد open مين الحاجة اللي موجودة كبطارية اقدر اراها هي الـ E فهتلاقي ان انا لو جيت رسمت الـ E هو اكيد رقم اقل من الـ VS هنا عاجي في لحظة الـ zero current ااخد الـ E لحد ايه؟ لحد الـ new cycle تاني ونرجع 0 E وبعد كده اول ما تيجي cycle تاني ناخد الـ VS يبقى هنا VS هنا الـ E يبقى الـ E امتى بقراها؟ بقراها في الجزء بتاع الـ zero current مفيش دايد الحاجة الوحيدة لو انت بتقرى بتطبق هنا بتيجي حاطة افو ميتر مفيش دايد شغال فحاطة افو ميتر عتقس مين؟ عتقس البطارية اللي موجودة بتاعت الـ E بس فيه دايد شغال بتقس zero عشان تبقى الدنيا واضحة بقى عندي هنا دلوقتي كم شاكل فولت عندي في لحظة الـ ON هو الـ VS ولحظة ان التيار بتتشارج zero ولحظة ان التيار بـ zero E ونرجع نربيت تاني اه بقت الـ period بتاعتي اللي هي الـ T دي فيها كم لحظة؟ فيها لحظة بتاخد الـ VS وفيه لحظة بتاخد فيها الـ E اللي هي من كم لكم؟ اللي هي من TX لـ T وهنا من zero لـ KT اللي هي اللحظة دي يبقى تعالى نرسمهم تحت مالش يبقى عندي هنا من سفر لـ KT هنا وعندي بعد كده zero بعد كده هنا من TX لـ T باخد فيها الـ E لما اجا اقولك احسب لي هنا الـ Average Voltage او خرج الفولت بالنسبة لي مهم في المودز الاولانية كان الـ Vout بتساوي K في الـ VS مفيش مشكلة فيها لان الخرج ON 0 ON 0 OUT 0 OUT 0 OUT 0 فما تيجي تجيب الـ Average هو الـ K في الـ E في الـ VS لكن انا عندي هنا لحظة بقى فيها الـ E او يعني انا عندي التكامل بتاعك خد بالك منه بقى يبقى الـ Vout او الـ Vload بتساوي 1 على الـ period T ونبدأ نفتح كوس ونكامل عندي تكامل من سفر الـ KT ده بكامل فيه الـ VS DT زائد عامل عندي تكامل من TX لـ T ده بكامل من الـ E DT اعود بقى بحدود التكامل ايطلع لك ان الـ Vout equal 1 على T مضروب فيه KT VS زائد E مضروبه في T ناقص TX لما تكامل انا اتعود بحدود التكامل لما تيجي تدرب الكلام ده يطلع لك ان الـ Vout بتساوي KVS زائد E في T ناقص TX على T مهم جدا القانون ده وبيجي لك في الامتحان الدكتور ينقي اللحظة دي ويقول لك بقى احسب لي الـ Vout فانت تتخدع تقول ان الـ Vout بتساوي KVS راحة الجزئية دي فهو هتتخدع لما الدكتور يجي يقول لك تشيك او انا ممكن اقول لك تشيك فهتشوف KCritical وبقى هتشوف لو اقل تعرف ان انت discontinuous لو اعلى انت كنتينوس تمام كنتينوس اعتبق قانون ان الـ K ان الـ Vout بتساوي KVS ده في الاثنين مودز الاوانين في الـ Continuous Mood وفي الـ Critical لكن انت في لحظة بتقرأ فيها البطارية او هتنساها اللحظة دي او هتنساها اللحظة دي لما تيجي تعوض في القانون ده مين المجهول بالنسبة لك المجهول بالنسبة لك ان انت تجيب تي اكس دي الكي هتبقى معك الـ Vs معك الـ E معك الـ T فمهم جدا ان احنا نثبتها فليها اثبات بالـ Drivision عشان تعرف تجيبها تعوض في القانون وتبقى الدنيا سهلة عن اثبتها ازاي مش هيختلف الاثبات زي ما اشتغلنا في الاثبات بتاع الـ Continuous Mood اللي هو ايه يا عنا بش موندز يعني اللي هو ايه اقول لك والله ان احنا عندنا في الطيار عندي كام ستيت عندي ستيت في اللحظة دي وستيت في اللحظة دي دي عسميها الـ TX ودي عسميها الكيتي وعبدأ من الزيرو واروح للـ I maximum اللي هو الفولت بالنسبالي كان عامل زي اللي هو الفولت كده بعد كده زيرو وبعد كده ايه بعد كده نرجع نعيه التاني خلاص طيب يبقى انا عندي 2 ستيت عبدأ من الستيت الاولانية اللي هي من سفر لـ T اقل من كيتي الـ I L بالنسبالي بتساوي ايه بتساوي I steady state زائد I transient طيب الـ I steady state بتساوي ايه مش هنختلف بقى يبقى الـ I L بتساوي V S ناقص E على R زائد I transient يبقى الـ I L بتساوي V S ناقص E على R زائد A في ايه قس سالب T على T T small خبالك مش T capital عندلها معلش T small على T عاوزين يجيبوا مين بقى عاوزين يجيبوا الـ constant وبعد ما نجيب الـ constant انا عندي T برضو 2 period عاوز بيه مرة بالسفر وعارف الطيار بكام ومرة بالكيتي وعارف الطيار بكام يبقى ده اللي احنا هنعمله هنجي نقول والله خلينا واحدة واحدة هنقول T بتساوي 0 عندي I بتساوي 0 ومنها هتقول ان 0 بتساوي V S ناقص E على R زائد A ومنها الـ A هتساوي سالب V S ناقص E على R خلاص نرجع نعوض في المعادلة بتاعتنا هتبقى عاملة ازاي؟ هيتلعلك ساعتها ان الـ I L بتساوي V S ناقص E على R ناقص V S ناقص E على R في E قس سالب T على T ففي ناس ايه؟ بيختصروا الليلة دي فيقولك ان انا ممكن اخد V S ناقص E على R مشترك يطلعلك 1 ناقص E سالب T على T وهو المطلوب اثباته لما يجي يقولك ايه؟ اثبت الجزئية دي دي لحظة اللحظة التانية كام اللحظة التانية ان انت عندك A T بتساوي K T الـ I L بتساوي I maximum بانا عرجع اوض يبقى انا عندي I maximum بتساوي V S ناقص E على R في 1 ناقص E قس سالب K في T على T فالدكتور لو جاء في المود وقالك انت شغل discontinuous mode وحسبلي I maximum بكام؟ لان اكيد مش هقولك حسبلي I minimum I minimum بZero عشان انت discontinuous فها تبدأ ايه؟ تمشي في الاسبات زي ما مشينا وتقدر تثبت له ان I maximum تساوي V S ناقص E على R ومضروبة في 1 ناقص E والسالب K T على تابع دي اللحظة الاولانية دي المعادلة الاولانية وهي دي اللي هتحتاج عشان تروح للمعادلة التانية تعرف تجيب TX خلاص يبقى عشان نجيبه TX لازم امر بتو ايه؟ تو STAGE STAGE الاولانية اجيب I maximum عشان لما اروح للمعادلة التانية اعود اجيب TX المطلوبة في جزئيها جبت TX اروح اعود بيها في معادلة الفولت عشان اجيب اللود فولتج يبقى هو ممكن في الامتحان ما يقولكش يحسب TX هو يقولك حسبلي بس اللود فولتج اه انت عشان تحسب اللود فولتج في TX هتجيبها ازاي؟ هتجيبها بالشكل اللي احنا بنعمله او المعادلات اللي احنا اشتغلنا عليها نيجي بقى على الجزء التاني احنا اشتغلنا دلوقتي على انهو جزء في كيرف الجزء الجزء ده فضي اللي الجزء مين؟ الجزء التاني ده يبقى انا عاجي هرجع على الكلر اللاسود قولوا الله نمسك بقى اللحظة التانية ان احنا شغالين من كيتي لأقل من D اللي هي عايكون انهو جزء تعال نرسم عشان ما ننساش اللي هو الجزء ده من I maximum للZero من كيتي لTX ده كان بيساوي ايه؟ ده كان بيساوي هتقول والله ال I L بتساوي I steady state زائد I transient زائد ما احنا عملنا مفيش اختلاف واقع نختلف عن النقطة دي طب ال I steady state بتساوي ايه؟ ليه سالب E على R طيب ال I L بتساوي سالب E على R زائد I transient طيب ال I L كده هتساوي ايه؟ سالب E على R زائد B في E قصي سالب T نقص K في T على تاو ليه قلت T نقص K في T على تاو؟ ان انا عدرس دلوقت ال ايه؟ الجزء ال ايه؟ ال تانية قريدي الجزء بتاع الكتي انت درسته فبتيجي في معادلة transient بتشيل منه ال ايه؟ ال period اللي انت درسته وطبعا سالب E على R دي احنا زائد ما عملنا في ال continuous smooth مش هنختلف زائد ما قلتلك انت في الجزء التاني من الدايرة لو رجعنا لشكل الدايرة هتلاقي ان انت في الجزء التاني من الدايرة ان انت عندك لو طبقتك VL هنا واهملت ال VL هتلاعلك سالب E على R في الجزء بتاع ال off state بالنسبة لك طيب عاوزين نجيبه مين برضو؟ عاوزين نجيبه ال B وبعد ما نجيبه ال B نرجع نجيبه معادلة تانية ونعوض منه معادلة في معادلة نفس اللي عملناه في ال continuous smooth بنكرره تاني بنكرره تاني مع اختلاف القيم او شكل الكيرف اللي انا شغل عليه طيب هتعمل ايه يعني باش مهندس؟ اجا اقول والله انا عارف ان انقات تي بتساوي كيتي الاي بالنسبة لي هو اي ماكسموم او لو رجعنا للكرف او عند الكيتي الاي بالنسبة لك هو اي ماكسموم يبقى انت تقول ان الاي ماكسموم بتساوي سالب E على R زائد B ومنها هتعرف ان الب بتساوي اي ماكسموم زائد E على R ومنها هترجع تكتب المعادلة نكتب معادلتنا تاني ان الاي اللي بتساوي سالب E على R زائد اي ماكسموم زائد E على R في E قس سالب T ناقص K T على تاو جبت لحظة اللحظة التانية فين؟ اللحظة التانية لو احنا جبنا الكللة للأحمر اللحظة التانية تحت خالص عند TX بقى المفروض ات الت بتساوي TX الاي بتساوي 0 نرجع نعوض يبقى انا عندي 0 بتساوي سالب E على R زائد اي ماكس زائد E على R في E قس سالب TX ناقص K في T على تاو وهو المطلوب اثباته دي المعادلة رقم اتنين ومن شوية جبنا المعادلة رقم ايه؟ المعادلة رقم واحد اللي فيها الاي ماكسمون بكام اترجع تاخد المعادلة رقم واحد اتصاب استيتيوت المعادلة رقم واحد في المعادلة رقم اتنين اتخدها تحطها في اكويشن اتنين بقى كل المعادلة فيها مين فيها يعتبر فونكشن في TX من هنا هتقعد تشتغل تعود بعد ما تعود وتخلي بقى المعادلة في طرف و TX في طرف يطلع لك ان TX بيتساوي تاو في لن واحد زائد Vs على ايه مضروبة في ايه قس كي تي على تاو ناقص واحد كله يبقى جبن التاو معاك ال Vs معاك ال E معاك ال K معاك فبقى كل حاجة معاك هتجيب من هنا TX جبت TX ترجع لمعادلة الفولت تعود فيها وتجيب الفولت بمنتهى البساطة يبقى نفس اللي عملناه عشان كده بقولك لما تيجي تفرج على الفيديو بتاع ال Continuous Mood وتيجي تكرره هنا تلاقي نفس الخطوات عملناها واحنا بنجيب الخطوات بتاعتنا عشان نجيبه TX مهم جدا ان انت تجيب TX عشان تعرف تجيب ال Vout زي ما احنا اثبتنا من شوية ان ال Vout لو رجعنا تلاقي ان ال Vout بالشكل اللي قدامي ان ال Vout بتساوي KVS مفيش مشكلة زائد ال E مضروبة في T ناقص TX على T مهم جدا المعادلة دي وبنسبة كبيرة الجزئية دي بتيجي في اللي منتحان هو مش لازم يقولك حسب TX هنجيبلك المسألة احسب لي ان المسألة للمود بتاعك واحسب لي Vout واحسب لي I maximum وهكذا فانت هتلاقي نفسك جبت I maximum ومنها جبت TX ومنها جبت V out وهو المطلوب ايه وهو المطلوب اثباته ناخد example بقى الدنيا مش هتحلى قلة بالمثال وده الexample رقم اثنين في الجزئية دي احنا في الفيديو اللي فاتح حطينا الexample رقم واحد الexample رقم اثنين ايه بقولك ان احنا عندنا First Quadrant Stuber لازم اقولك نوع اللي تشبر اللي انت شغال عليه ويقلك رقم ايه assume ان انت شغال discontinuous عاوزك تدرايف الexample for I maximum in term of circuit elements يعني ايه تحط كل المعادلة لو اكتب معادلة I maximum مفيش مشكلة رقم B Derivation for extension time لو مين لو TX وبعد كده رح اعطاك بقى ايه قل لك خد بقى لو Vs ب300 والE زي ما احنا قلنا ب228 من شوية في الفيديو اللي فاتح يعني والR بوين 8 اوم والL ب15 ميلي هنري والK بنصف اخبه لك ان الكيس غرق او او ازاي والF بكام ب500 هرتز عاوز عاوز find the average value of load voltage والتقالك احسب الVL شكرا احسب الVL شكرا طب واحدة واحدة الاي ماكسموع يساوي ايه زي ما اثبتناه من شوية هتكتب الاثبات وتمشي خطوة 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 لحد ما تجيب له الاي ماكسموع اللي هو Vs نقس E على R في واحد نقص سالب KT على تاو خلاص يبقى هتكتب له هنا ادي الاي ماكسموع Vs نقس E على R مضروب في واحد نقص E السالب KT على تاو ادي المعادلة الاولانية المعادلة التانية لTX هتساوي تاو مضروب افلين واحد زي اد Vs على ايه مضروب اف اي قس KT على تاو نقص واحد في الكوس مرتين عشان تجيب الكلام دا وكله عشان تجيب طبعا ال Vs محتاج تجيب TX هتجيبها ازاي هتقدر بتجيب التاو الاول اللي هو L على R 15 فى 10 سالب 3 على point 8 يطلع 3 على 16 seconds وباية تجيب واحد على F اللي هو T اللي هو واحد على متين يطلع point 5 seconds خلاص انت معاك معاك الكي انا اعطيها لك نص ومعاك التاو معاك ال Vs معاك ال E معاك كله تحسب من هنا يطلع لك Tx equal 3.28 millisecond حلوه حلوه منه تروح تحسب بالVL average بتساوي K Vs زي ما قلنا زائد E في T على T T معاك والTx معاك والE معاك وكله معاك تبدأ تعوض هنا اطلع لك نص مضروب في 300 زائد 228 مضروب في طبعا ممكن انت تبسط الكسر ده اللي هو T نقص Tx على T اللي هو 1 نقص Tx 3.28 على T اللي هي 5 ميلي اللي هي 5 نكتب 5 لان الرقم ده طلع بالميلي برضو ده بالميلي وده بالميلي اطلع لك من هنا ان VL average بتساوي 228.432 وهو المطلوب اثباته وهو المطلوب ايه؟ وهو المطلوب اثباته يبقى مهم جدا في الجزئة دي ان انت تعرف I maximum وتعرف تجيب Tx جبت الاثنين دول تروح تعاوض عشان تجيب مين؟ عشان تجيب VL average خلاص؟ زي ما احنا قلنا مهمة في continuous mode و critical mode تعرف K critical وتعرف I minimum و I maximum وطبعا ما تنساش ان Vs بتساوي V out بتساوي K في Vs في الجزئة بتاعت الكريتكال وال continuous mode هنا مختلفة هتعرف ايه المطلوب منك في الجزئة دي و ايه المطلوب منك في الجزئة دي و دول اهم حاجات مطلوبين في جزء ال ايه؟ اللي تشوبرز اللي هو الفيرس تكوادرانت ان شاء الله الجزء اللي جاي بس هو يبقى جزء بس تبقى فاهم رأسك من رجلك انا ايه؟ كوادرانت فور كوادرانت بيشتغل ازاي؟ تشغيل الدايرة ازاي بحصر على التار بيمر كده الفولت بيقى عامل ازاي؟ فجزء نظر يعني همش هيبقى ملياني اناليس ازاي اللي احنا اشتغلنا فيه في الفيديوهان اللي فاتوا دول اما حاجة ان شاء الله تكون الفكرة وصلت والفيدباك بتاعتكم بيستنيها في الديسكريبشن بتاع الفيديو ويحد عنده اي سؤال او اصدرت وصل معي اما حاجات تنساناش من دعواتكم اشوفكم في فيديو قادم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته